في النشاط البرلماني وفي جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل تم توجيه عشرة سئلة شفوية إلى أربعة أعضاء في الحكومة تخص قطاعات العدل، الفلاحة، التنمية الرفية، الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، السياحة والصناعات التقليدية الجلسة جرت بحضور وزراء القطاعات المعنية ووزيرة العلاقات مع البرلمان باسمع زوارة ترجمة نانسي قنقر